على النقض من طاولات الدبلوماسية تؤجج عشائر البصرة غضبها الذي أشعل فتيله ملف اتفاقية خور عبدالله بين بغداد والكويت وبحجم تحويل الكويت من الاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية بطلان دستورية اتفاقية الملاحة البحرية إلى نداء عاجل يحذر من خلاله وجهاء وشيوخ عشائر البصرة المستوى السياسي في البلاد تحت عنوان دعم قرار الاتحادية ورفع شعار الحق العراقي وسيادة البلاد لا تفريط بهما ولا بحقوق أبنائه الرسالة الغاضبة سبق وأن أججتها شوارع البصرة بتحذيرات من التفريط بأي من حقوق الأرض والمواطن العراقي في البصرة والتي فتحت أوراقها بملفات بيع مساحات تحدث عنها برلمانيون لكن اتفاقية خور عبدالله التي عادت إلى الواجهة مجددا لم تقف عند الحدود العراقية الكويتية فحسب بل أعادت للذهن السياسي تحذيرات التغول الحزبي النافذ في البلاد على حق العراقيين والذي يلعب بمصيرهم تحديدا في فرص العمل والظروف الاقتصادية في مدينة تكتض بالبطالة والفقر والشح الفرص الناظر إلى المشهد المتأزم في الجنوب اليوم يعي جيدا برؤية المراقب ما يجذر مخاوف النفوذ والفساد في جعبة سياسيين لا يبحثون عن المصلحة العليا للبلاد وهذا النداء العشائري يحذر منه مراقبون خشية تصاعده سيما بما قالوا إن الطعن بالاتفاقية ضرورة كون أن الكويت خلفتها بعد بناء ميناء مبارك وذلك ما يؤيده بحارة العراق سيما بما ينعكس من نتائج اقتصادية سلبية على البصر خصوصا والعراق عموما في ظل تهميش الحق العراقي إذا ما تم التغافل عنه مجددا وإضافته لملفات تم السكوت عنها وذلك ما يرى نشطاء ووجهاء عشائر بمقدرات سبق لها أن سلبت أو كما يؤكدون